دكتور زياد أهلاً وسهلاً فيك مرة تانية يعني بعد الانتهاء من سنوات التخصص بأمريكا كان في عندك مجموعة أفكار كنت مخبّيها وقلت أول ما أخلص من هذا التخصص رح أطلع وأفاجئ الأطباء بعالم علم القلب وطب القلب بالاختراعات اللي قدمتها فأنا صراحة كنت دائماً منسمع عن البالونات البالونات اللي توضع في القلب طبعاً من أجل حل المشاكل اللي بتكون وما كنت عرفة أنه الدكتور زياد حجازي هو صاحب هذا الفضل للبالونات شكراً مايسا طبعاً أول ما اتخرجت من ييل ورحت على أول شغل في جامعة تفس في بوستن كان عندي أفكار كتيرة وأنا يعني صراحة كمان برضو بنفس الوقت محظوظ لأنه لما تخلصت التخصص تخصص التتاكلات الإلاجية كان محدود جداً جداً فيعني المجال كان مفتوح على مصرعي فصرت واللي كويس لما يكون عندك مختبر حيوانات اللي يجرب بعدين تروع على المستشفى الطبق فكان فيه نقص كتير بالبلونات بالدعمات بالأدوات السدادة فبلشت أول شيء في البلون والبلون بيحمل اسمي زيمد زي من زياد وميد من اسم الشركة ولحد الآن يستعمل في جميع أنحاء العالم بعد البلونات هاي دخلنا هلا بالأدوات السدادة وكنت من أول الأشخاص أول واحد في أمريكا بعمل تسكير لفتحة عند طفل بلون عملية جراحية باستعمال أداة السدادة تاعت الأم بلاتسر بالسبعة وتسعين وقبلها بالخمسة وتسعين أداة سدادة تانية وبعدين راحت السدادات صارت لأ التعقيدات أكتر صمامات طبعاً الفتحات شغلة كبيرة بعدين الصمامات أكبر فبألفين وخمسة عملت أول عملية صمام تغيير صمام رئوي في أمريكا كلها من صمام الإدواردز فالحمد لله يعني لما يكون عندك موجود الراحة النفسية القدرات الإمكانية والتشجيع بني آدم هاي اللي بدو يا فلهيك أمريكا رقم واحد في العالم لأنه عندهم إمكانيات بيوفروا لك المجال هذا أهم شيء توفير المجال وبدعموا العقول المفكرة وبدعموا يعني اتدرب في جامعة في جامعتية الأساسية كلهم يهود لكن ما كانوا يقولوا والله إنك عربي ولا إنك مسلم مسيحي لا طالوا على الشخص بعلمه فقط علم هويت الإنسان هويت الإنسان عمدة بوستن كأنه عمل يوم لهذا الطبيب العربي الأردني دكتور زياد بزا أنا شوف يعني شو القصة زي ما قلتلك أول شغل إلي بعد جامعتية كان بجامعة تفتس في بوستن وجامعة تفتس من الجامعات العريقة في مدينة بوستن وبلشت أعمل مؤتمر بعام السبعة وتسعين يعني أنا بلشت هذا المؤتمر بسموه البيكس وناس كتير من زملائي وفي العالم كله بعرفوا المؤتمر هذا المؤتمر بنعمل فيه محاضرات بس أهم من المحاضرات نعمل عمليات بث مباشر يعني أنت قاعد بالأوتيل تطلع على الشاشة كيف زياد بعمل عملية من طوطو إلى السلام عليكم بالمستشفى أنا بالمستشفى وهم قاعدين بالأوتيل وإلهم الإمكانية يسألوني يا زياد ليش بتساوي هيك؟ ليش ما نساوي هيك؟ فبتعلمهم العمليات هاي فبلشت المؤتمر بالسبعة وتسعين في بوستن بعدين بالألفين رحلت على شيكاغو بالتسعة وتسعين بعام الألفين وداعش قررت أرجع على مدينة بوستن أعمل المؤتمر ذكرة لهناك فلما عمدة مدينة بوستن الله يرحمه تامس منينو عرف قرر يعمل يوم زياد حجازي زياد حجازي دي إن بوستن فالحمد لله يعني تكريم مهم جداً ناس بإلي أنه كيف إنسان أنا غريب يعني عن المدينة عشت فيها ثمان سنوات فقط لكن جبت سمعة كبيرة للمدينة فتكريماً إليك قرر يعطوك يوم بإسمك ماشاء الله عليك دكتور طيب نحكي كمان إنجاز آخر بما يتعلق بالمركز الطبي اللي اسمه سدره هو يعتبر واحد من أهم المراكز الواعدة بما يتعلق بطب القلب سواءً للكبار أو للأطفال تم استدعائك من قبل سمو الشيخة موزي لحتى تترقص هذا المركز الطبي سؤالي صراحة يعني لما شفت إنه الدكتور زياد حجازي أصبح الآن في قطر قلت ترك الولايات المتحدة الأمريكية وكل هاي العظمة بمجال التطور وعلم القلب وقرر إنه يروح على مركز طبي جديد الإنشاء أو حديث الإنشاء نسبياً فشو السبب بإنك انتقلت لقطر؟ سؤال ممتاز ميسي يعني الكل بسألني إنه يازيها تترك أمريكا وترجع على قطر القرار صراحة ما كان سهل جداً كان صعب جداً لكن لما تشوفي رؤية سمو الشيخة موزي الله يحفظها والأفكار اللي عندها بتكوين أول شيء المدينة التعليمية مدينة التعليمية في الدوحة عشر جامعات سبع منهم جامعات أمريكية مرموقة وثلاث جامعات أوروبية جيبهم من العالم وتحطهم في الدوحة للطلاب طبعاً الهدف الأساسي للطلاب القطريين بس طبعاً عدد للطلاب القطريين رح يكون قليل فجميع طلاب في العالم بإمكانهم يؤدمن الجامعات تاوي دوسهم فكانت سمو الشيخة رؤيتها أنه تأسس مستشفى تعليمي لجامعة والكورنيل اللي هي كلية الطب في الدوحة فأسست بأوائل الـ 2000-2006 فكرة مستشفى السدرة في البداية كان أول شيء تخصصات عامة بعدين الفكرة تبلورت لمستشفى أطفال ونسائية وفي عام 2013 استدعوني الدكتورة غاليا الثاني قالت يا زياد بدنا إياك تكون رئيس أول دائرة الأطفال طبعاً القرار صعب أنا متريح في شيكاغو وعندي اللي بدي إياه ما في داعي أنك تروح أبداً لكن فكرت قلت يا جماعة طلعوا على هالبلد الصغيري هاي قطر وش ساووا في شركة الطيران تاعتهم قطر إيرويز أخذوها من لا شيء لأحسن شركة الطيران بالعالم بفترة وجيزة جداً فأنا قلت نفس الشيء المستشفى هذا المشتغل فيه رح نعمل ونخليه أحسن مركز طبي مش بس بالمنطقة بالمنطقة أورنرية وهذا سهل جداً وإذا إن شاء الله بتيجوا تزورونا بتشوفوا مركز السدرة للطب والبحوت يعني مستشفى الصراحة يعني مش لأني بشتغل فيه لا يعلى عليه أبداً نوعية الأطباء اللي جبناهم والممرضات اللي جبناهم والفنين اللي جبناهم يا السلام من جميعاً حال عالم خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا وطبعاً بدك تجيب خصائي عالمي ما بدي تسأل والله كيف ستكلفني هذا بتجيب زي شركة الطيران القطرية ما بتسأل كيف حق الطيارة هاي الطيران بتجيب أحسن طيرات للمسافرين وهاي السدرة هلا الآن باعتبارنا مركز مرموق جداً لعلاج الأطفال والنسائية في الدوحة جميل يعني ما ننسى موضوع الإمكانيات لما بتجتمع الإمكانيات مع الرؤية والأهم من هيك الإرادة والتنفيذ والمتابعة فوقات حكي بزبوط صورة جميلة بلدان كتير عندهم تتمنى طبعاً لقطر دائماً دوام الإزدهار مصبوط وإحنا بنفتخر بطبعاً كل الكفاءات الأردنية المنتشرة حول العالم اللي كتير من الدول حول العالم تعتمد على الإنسان الأردني وخبرته فبالتالي بنفتخر فيك دكتور بينفعش نكون قدام حكيم وما نحكيش عن كورونا طبعاً لأنه هي الشاغل الأكبر ما هو السؤال الكبير الذي يقف خلف كورونا؟ شوف الفيروس الكورونا كان موجود قبل لكن كان موجود في المختبرات ما كان يطلع والكورونا عائلة كبيرة من الفيروسات أنا الناس اللي بقولك بعض الناس بقولك شو هذا طبيب القلب شو بفهمه بالكورونا وبالفيروسات أول شهادة جبتها الـ M.P.H. التخصص تاعي يعني عن الفيروسات أوبئة أوبئة واشتغلت مع أحسن أخصائيين أوبئة في العالم قلتلكم قبل شوي المرشدة تعتي دوراثي هورتسمن هي اللي عملت كل التجارب على تطاعيم ولقاحات شلل الأطفال في العالم بالأرمينات والخمسينات فعندي خلفية كبيرة عن الفيروسات والفيروس هذا فيروس ابن حرام لأنه بتحور مرات وطبعا ما حدا بعرف حاليا التحور اللي عم بصير هذا هل كله تحور ناتشورل طبيعي أو لا سمح الله أنه في ناس عم تلعب بالشالة مش معروف المهم أنا خلينا هلا نتعلم إذن هذا هو السؤال الكبير هذا السؤال الكبير والأهم لدينا فيروس نتعامل فيه المعامل الوحيد للفيروسات أنه يكون عند بني آدم المناعة المناعة بتيجي عن طريقتين يا أما بتنصاب بالمرض أو تأخذ اللقاح طبعا المرض وإحنا شفنا قديش ناس توفتوا أنا الوالد المرحوم بشهر 12 الله يرحم أبوي الله يرحمه كان قوي جدا خلال أربع أيام فقط توفى كورونا أنت سميته التسمية جدا مهمة وقوية اللي هي فيروس ابن حرام لأنه سرق مننا أعزائي كتير فأنا كتير بتفهم تعاطفك أنت فقدت والدك مثل ألاف من الناس وعشرات ألاف من الناس عم بتسمعون الآن وفقدوا على كل حال بس أعجبتني في جوابك أنه هل ممكن التطوير يكون مفتعل أو طبيعي وهذه الحرب العالمية التالتة اللي يمكن أنتوا العلماء عمالكم بتفكروا فيها وما في إجابات الجواب الوحيد لازم يجي من الWHO اللي ودوا لجنة كبيرة على الصين يشوفوا ليش صار ولحد الآن التقرير مش معروف شو مصيره طبعاً العلم عند الله أنه هل هذا كان متعمد الفيروس أو باي تشينس ما بنعرف هذا أجيال أجيال القادمة رح يعرفوا شو اللي صار لكن توقعاتك كطبيب مضل عندنا وقت كتير عشان نسألك آخر سؤال توقعاتك كطبيب ملم ومطلع على ما يحدث بالعالم على مدى السنتين مع كورونا هل هو مفتعل أم هو جاء مع الطبيعة وانتشر في العالم توقعات توقعات يعني أغلب الظن أنه كان أول شيء طبيعي واللي عن بصير الآن محتمل يكون مفتعل مفتعل محتمل دكتور محب نركز على موضوع الأطفال الذين يولدوا بتشوهات خلقية أرقام صادمة للأسف مبارح كنت عن بطلع عليها ما يقارب مليون وستمائة ألف طفل يولد بتشوهات خلقية نصهم بحاجة إلى تداخلات سواء جراحية أو غير جراحية لحتى يقدروا يعيشوا نعم لأي درجة هدول الأطفال اللي بتم تهميشهم للأسف غير الاهتمام بهم بأن الناحية الصحية ما بيكملوا السنة الأولى من حياتهم بتوفوا بالنهاية الحرقة بتروح لأهلهم والخسارة طبعا للدولة بخسارة هؤلاء الأطفال بدي رسالة منك من بعد إذنك دكتوري منعرف أنك أنت بتجري هذه العمليات مجانا للأطفال اللي بيكون ما عندهم المقدرات رسالة لكل الأطباء أطباء القلب سواءا بالأردن أو حول العالم كيف هو بيقدر هذا الطبيب أنه ينقذ حياة عدد كبير من الأطفال من دون ما يتقاضى أي أجر شكرا مايس هاي نقطة مهمة جدا بالنسبة لي لأنه الطفل شو ذنبه شو ذنبه أنه تحرمه لأنه أبو أو أمو ما عندهم مش فلوس كفاية ينعمله عملية فلما ترجى من جميع الأطباء وخاصة الحكومة الأردنية هون وشركات التأمين أنه أي طفل بنولد عنده تشوخ خلقي في القلب لازم يسمحوا بالعلاج مجانا بدون تعقيدات الخدمات الطبية وهي طبعا عملية يعني مكلفة للغاية مكلفة للغاية أو من أغلى العمليات التي تجرى في العالم جدا الفرد الأردني ما بقدر ما بقدر على ما عاش واحد 400-500 دينار ما بقدر فهاي مسؤولية حكومية نعم لازم يتوفر لمريض التجوهات الخلقية القلبية العلاج مجانا زي السرطان شو لمبة الطفل حسب معلوماتي العديد من العمليات زي ما تفضلت يمكن الناس ما بتقدر تعملها من داخلهم هي عمالها بتتساوى وبتتغطى من جهات مختلفة أحيانا من الحكومة أحيانا من الجيش أحيانا من الديوان الملكي مصبوط هاشم العامر وبأعداد كبيرة وليس فقط للأردنيين الأردن بتستقبل دكتور وأكيد أنت عارف لأنه لما بتيجي بتعمل أطفال كتير عرب بيكونوا من فلسطين من ليبيا من سوريا من لبنان من اليمن عم بيجوا بتنعمل لهم وعفكرة شكرا لأنك سميت الجيش الحكومة الأردنية وهي حكينا الديوان في أيضا مؤسسات مجتمع مدني خيري بنحكي على جلسوا مكانك مثلا أندية الروتري لأكثر من مرة وهم كمان بيعملوا وبجمعوا طبعا من أردنيين ومن برا ودعم لهاي العمليات بس النقطة الوحيدة اللي بدي أركز عليها إنه الضغط العنيف جدا على الخادمات الطبية ما بقدرين مش قادرين لكم طبعا ما بيتحمل فالمريض اللي عنده فتحة لازم تسكر فورا بخلال السنة الأولى من الحياة المريض بستنى سنة وسنتين وثلاث لما يوصل دوره بتروح تقيس الضغط الرئوي يخلف عليه ممكن يفارق الحياة بخلالها يخلف عليه غير فارق الحياة لازم من العمر الصغير لازم من العمر الصغير لأنه عليهم ضغط هائل جدا وأنا بدي أضيف أضيف كمان معلومة دكتور قديش إحنا مسؤوليتنا مسؤولية كأهل إنه مرات والله بيصير 15 و 18 سنة وما بيكون عارف إنه عنده تشوه خلقي إحنا أخذنا وقتنا طويل كريستين بتقول لي إننا تجاوزنا الوقت دكتور بسعدنا حضورك بنتشرف فيك قامة علمية أردنية بنفتخر فيها نتمنى لك دائما مزيد التوفيق إن شاء الله شكرا أخوات شكرا أخت ميس وأنا شاكركم جدا على هذا اللغاء الرائع والله يوفقكم وإن شاء الله بشوفكم بالدوحة تعملوا برنامج خاص عن مستشفى السدرة الله كريم أهلا شكرا